رداً على العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة قال كانعاني إن الولايات المتحدة هي عامل يسبب الاضطرابات الإقليمية وانعدام الأمن ويقوض النظام والاستقرار في الدول التي تتواجد فيها وأنه يجب على الجيش الأمريكي الانسحاب من سوريا والعراق وغيرها من دول المنطقة في أسرع وقت ممكن لم تتلو بالحكومات السورية من القوات الأمريكية التمركز في السورية ما يطالب به المسؤولون السوريون وانسحاب القوات الأمريكية من سوريا في أقرى بوقت ممكن تظهر تدورات في السورية أن الوجود الأمريكي في المنطقة ليس خارق قانوني في حسب فلأنه أيضاً سبب في استمرار عدم الاستقرار للأوضاع كما أنه يوفر لتنظيمات اليرحبية في سوريا مجالة الاسترادات لقواتها وبالنسبة إلى صادرات النفط الإيرانية قال كنعاني إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لم ترفع العقوبات الأحدية الجانب عن إيران إلا أن صادرات النفط الإيرانية لتزال مستمرة وهو ما يصب في المصلحة الوطنية لإيران ورداً على تقارير وسائل إعلام أجنبية بشأن مصادرة الولايات المتحدة للنفط الإيراني أشار كنعاني إلى أن الخطوة الأمريكية ليست بناءة وقد استدعت إيران قائمة بالأعمال السويسري في إيران وأصدرت مذكرة احتجاج رسمية للاحتجاج على مصادرة الحكومة الأمريكية غير القانونية للنفط الإيراني ورغم تواصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن تبدل أسرة في الأوينة الأخيرة إلا أن إيران تواجه أعمال استفزازية أخرى من قبل الحكومة الأمريكية سواء كان فرض عقوبات جديدة أو لاستلاء على نقلات نفط الإيرانية وتتعرض هذه التصرفات مع الرسالة التي توجهتها الولايات المتحدة بأنها مصدردة لتحرص مع إيران وتواصل الاتفاق ويجب على الحكومة الأمريكية أن تعرض نظر بجديدة في السلوكها تجاه إيران